هاي ازايكو؟ طبعا كلين عارفين قد ايه التصوير في اللولايت او الاضاءة الضعيفة بيكون صعب وخاصة لو بنصور بني ادنيه الفيديو ده عشان اقولكو ازاي ممكن تستفيدوا باضاءة المكان اللي انتو فيه وتعرفوا تطلعوا منه صور باحسن كواليتي ممكنة انا هنا خليت الموضل تقف جنب اللوحة النيون عشان ترمي نور على وشها وبكده هعرف استعمل الاوتوفوكس في نفس الوقت وشها هيكون مش مضلم كمان هستفيد بانوار النيون اللي هتخلي شكل الصورة حلو مختلف حاجة تانية ممكن تعملوها انكو تخلوا الموضل يبقى وراها باك لايت او مصدر اضاءة عشان يعمل هاي لايتس على الشعر والنور ده برضو هيخلي السبجيكت او الموضل بتاعتكو تبقى او تبقى اكتر حاجة ظهرة في الصورة ولو عايزين تخلوا الصورة انترستنج اكتر ممكن تجيبوا اي سي دي وتنوروا فلاش الموبايل على ظهر السي دي وده هيخليه يعمل رينبو افاكت على وش الموضل وهيخلي البورتريت بتاعتكو شكله انترستنج اكتر لو عجبتكو التيبس دي فكانون عاملة مسابقة اسمها لايت اند دارك الشالنج ده معمول عشان الاماتشيرز او هوات التصوير لو شايفين انكو بتحبوا التصوير في اللو لايت فدي فرصتكو انكو تعملوا حاجة كريتيف وكمان تكسبوا حاجات من كانون بما يعادل 14 الف يورو وكمان اكسكلوسيف برسنل اسايمنت مع كانون امباسادر لورنز هولدر لورنز هيدي الفايز اسايمنت وحيساعدوا ويعلموا ستاب باي ستاب المسابقة مفتوحة لاخر مايو ولو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن المسابقة خشوا على لينك تي اشتركوا في القناة